السلام عليكم بالشكل العام يتم زراعة الخضروات من البزور وهناك طريقتين لزراعة الخضروات من البزور الطريقة الأولى أن نجيب البزور الخضروات ونزرعها في حديقة المنزل أو في ألحق المباشرة الطريقة الثانية أن نجيب البزور الخضروات ونعملها إمباد داخل المنزل أو داخل المشتد وعندما تنبت البزرية وتصبح كبيرة بتصير شتلة ننقلها إلى حديقة المنزل أو إلى الحقل وتم زراعتها وبهذا الفيديو بدي أشرح لكم طريقة إنتاج شتلات الخضروات مثل شتلات الطماطم والفلفل والثنجان والخاس نشرح هي الطريقة وتحضيرها داخل المنزل بطريقة صحيحة وعلمية مع دمدين على منشورات الجامعات الغربية الأمريكية فبدل من تشتروها من المشتل نحاول نعملها داخل المنزل من المهم جدا بس نشتري البزور أنه نشتريها من الأماكن المعتمدة والموسوقة فيها لأنها تكون تلك البزور معقمة وخالية من الأمراض وخالية من الأعشاب الضارة من المهم أيضا أنه نقرأ التعليمات الموجودة على غلاف البزور فمكتوب عليها الصنف الخضار كما مكتوب عليها تاريخ الإنتاج من المهم أن يكون تاريخ الإنتاج تاريخ الموسم الحالي وليس تاريخ قديم أيضا من المعلومات المهمة الموجودة على المغلف هي موعد الزراعة وطريقة الزراعة أما بالنسبة للأوعية اللي بدنا نسوي فيها إنباد للبزور فيمكن أن نشتريها جاهزة من السوق وهي موجودة ومتوفرة على نوعين في نوع من الأوعية بدون عيون وفي نوع من الأوعية مقسمة إلى عيون والأفضل أن نشتري الأوعية المقسمة إلى عيون قد يكون لتلك الأوعية غطاء بلاستيكي أو بدون غطاء بلاستيكي ولكن يفضل أن نشتري إلى غطاء بلاستيكي أيضا متوفرة بأحجام مختلفة حسب كمية البزور الموجودة لدينا يمكن أيضا أن نبتكر من الأدوات المنزلية البلاستيكية الموجودة في المطبخ أوعي لإنباد البزور والمهم أن يكون في تلك الأوعية سقوف الأسفال ضمان تصريف المياه أما إذا كانت تلك الأوعية تم استخدامها من قبل فيجب أن نعقمها بالكلور فمنمدده مقدار 1 على 9 بالماء يعني إذا استخدمنا كوب كلوريكس فمنحط 9 أكواب ماء نترك الأدوات بالمدة الدقيقتين وبعدين نقصها بالماء أما بالنسبة للمواد اللي بدنا نزرع فيها البزور فهناك عدد مواد يمكن استخدامها مثل البيتموس والبريلايت والفيرمي كولايت والرمل وأحيانا نستخدم الكومبوست ممكن نخلط البيتموس والبريلايت والفيرمي كولايت بنسمة متشابهة ونخلطها مع بعضها ويمكن استخدامها المهم أنه ما منستخدم التربية الزراعية لأن التربية الزراعية تحتوي على بذور العشاب كما تحتوي على ممرضات مثل الفطور وغيروسات وإلى آخر لذلك لا ينصح أن نستخدم التربية الزراعية وتباع في الأسواق التربية جاهزة مخلوطة لإنبات البذور يمكن أن نشتريها ويجب أن يكون خليط تلك المواد ناعما ومتجانسا لذلك منزيل المواد الخشنة الموجودة في الخليط إن وجدت وبعد تنعيم الخليط نقوم بعملية تانية وهي عملية ترطيب الخليط بالماء فنضيف الماء إلى الخليط ونحرك تلك المواد ولكن إضافة الماء يجب أن لا نبالغ فيها أن يجب أن يكون الخليط غير قابل للعصر باليد وبعدها نقوم بتعبية الخليط بأوعية الإنبات وبعد أن نعبئ نقوم بضرب الوعاء بالطاولة ولا نضغط بقوة على قمة الخليط وبعدها نقوم بإجراء أخديد لوضع البذور عمق الأخدود ضعف عرض البذور وهي القاعدة العامة في الزراعة ثم نوزع البذور ضمن الأخدود بشكل متساوي وبعدها نقوم بعملية طمر للأخاديد مراعي نفس العمق وبعد انتهاء من طمر كافة الأخاديد نقوم بعملية الثقائي بهذه الطريقة وهي أفضل طريقة للثقائي ليش؟ لأنها تحافظ على أماكن البذور في أماكنها وتمنع من خروجها يمكن أيضا أن نقوم بعملية الإنبات بتوزيع البذور بشكل مبعسر على سطح الخليط ثم نقوم بواسطة بوب الرصاص نوزعهم بشكل متساوي ونقوم بعملية طمر مثل طريقة الأولى أو ممكن نطمرهم باستخدام الفيرموكولايت ممكن نطمرهم برشهم فوق البذور كما هو مشاهد ونقوم بعدها بالثقائي ويفضل عند زراعة الخضروات التي تنتمي إلى عائلة القرعيات مثل الخيار والقرع والجبس أن نزرعها في الأوعية المقسمة إلى عيون فنضع بكل عين بالذرتين نضعها بعمق مناسب ثم نطمرها ونسقيها بالماء أهم نقطة في عملية الإنبات أنها مواصلة عملية ترطيب الأوعية وبعد الانتهاء من زراعة البذور نقوم بتقطية الأوعية بغطاء بلاستيكي للحفاظ على الرطوبة طيلة فترة إنبات البذور يمكن أن نستخدم الأوعية الجاهزة التي كانت مع الوعاء عندها شراءة أو نستخدم أي أغطية بلاستيكية موجودة في البيت وبعدها نضع تلك الأوعية في مكان دافئ في البيت لأن الإنبات السريع يحتاج إلى درجة حرارة بين 20 إلى 30 درجة ماء أوية وبعدين نراقب يومياً إمبات البذور وأول ما منلاحظ بدء إمبات البذور منقوم ومننزع الأغطية بلاستيكية نهائية ومننقل أوعيد الإنبات إلى مكان تتوفر فيه ضوء أبيض لامع قوي فيمكن أنه نضع تلك الأوعية في بيت بلاستيك يدافئ خارج المنزل أو نضع الأوعية داخل المنزل ولكن تحت ضوء فلوري أو ضوء ليد قوي ويجب أن يكون الضوء أعلى البذور بحوالي 5 إلى 7 سنتيمتر والضوء يجب أن يكون متوفر لمدة 16 ساعة يومياً لذلك إذا وضعنا أوعيد الإنبات بجانب النافذة غير مفيد ليش؟ لأنه لن يوفر ضوء النافذة للبذور ضوء لمدة 16 ساعة يومياً لأنه إذا ما وفرنا ضوء لمدة 16 ساعة للبذور اللي بدأت تنمو فهنا نلاحظ أنه سيقان تلك البذور أصبحت طويلة لأنها هي بتبحث عن الضوء بعدين هتصير رفيعة بعدين هتسقط على الأرض وبتموت فمن الضروري توفير ضوء لمدة 16 ساعة فممكن إذا ما في داخل المنزل ضوء لمدة 16 ساعة أنه نضعه في بيت بلاستيكي خارج المنزل أو ضوء ضوء فلوري أو ضوء لد قوي لمدة 16 ساعة وأيضاً نستمر بسقاية البذور اللي نبتت فيمكن أن نسقيها بالطريقة العادية أو نضع الأوعية في وعاء يحتوي على ماء لمدة 20 دقيقة فالماء يدخل من خلال السقوب الموجودة في أسفل الوعاء إلى جذور البذور التي نبتت بالنسبة للبذور اللي زرعناها ضمن عيون منفصلة بس تنمو راح تنمو كذا بذرة لأنه نحن حطينا بكل عين بذرتين أو ثلاثة هلأ من إحنا منخلي بذرة وحدة أي منخلي شتلة وحدة والباقي منقصنا على مستوى التربي ومنستمر بعملية السقاية والتعريض للضوء والتهوية أما بالنسبة لبذور الخضروات اللي زرعناها بدون وجود فواصل بيناتها بس تنمو البذرة في بيطلع إلى ورقتين هذول ورقتين غير حقيقيتين بس يطلع ورقتين تانين اسمها ورقتين حقيقتين بيكون نسميهون وقتها بننقل كل بذرة أو كل شتلة إلى وعاء منفصل لحاله أما بالنسبة للأوعية رح ننقل لشتلات إلى ممكن استخدم أي أنواع من الأوعية بحيث تكون مسقوبة من الأسفل وارتفاعها حوالي 7 سنتيمتر أما للمادة أو التربية اللي هنحطها داخل تلك الأوعية هي نفس الوسط الإنباد اللي حكينا عنه وليس التربية زراعية وتتم عملية نقل الشتلة وإعادة زراعتها في الوعاء الآخر بإدخال ملعقة أسفل جزور الشتلات بحزر ثم نقوم بعملية فصل كل الشتلة عن الأخرى مع الحفاظ على جزرة سالما ثم نعيد زراعتها في الوعاء الآخر بنفس العمق الذي كانت فيه وبعدها نسقي الشتلات بالماء بشكل كامل وممكن أن نضع الأسمدة المزابة داخل الماء عند استقاية الشتلات ونعيد الشتلات إلى مصدر الضوء ونستمر بأسلقها والتهوية إلى أن تكبر وعندما تكبر الشتلات وتصبح جاهزة للزراعة وقبل أن الزراعة نقوم بتعريضها تدريجين إلى الجو الخارجي فأولا نضعها في الزل عدة ساعات ونزيد مدة التعرض للشمس وبعدها نقوم بعملية زراعتها في الأرض الدائمة في الحديقة أو في الحقل بهذه الطريقة المشاهدة وبعد الزراعة يجب أن نقوم بعملية استقاية في الماء لمزيد من المعلومات عن طريقة زراعة الشتلات والمعلومات الإضافية أيضا في موضوع تحضير الشتلات وزراعة وإنبات البزور يرجى مراجعة موقعنا على الإنترنت لتفاصيل أكثر ولمعلومات أكثر في النهاية احياتي لكم وإلى اللقاء